لو أردنا أن نقارن بين هذا التاريخ الذي نحن فيه الآن نحن في شهر آذار في نهاية شهر آذار وآذار الماضي وين كنا وين صرنا؟ لا احنا صرنا أحسن لأننا عندنا أكثر من أربعة مليار متر مكعب عن ما كان عندنا فيه خزيننا العام الماضي جيد هاي نقطة وحدة يعني عندنا أربعة مليار بالرصيد بهذا المخزن أو البنك احنا نسميه البنك المركزي للمياه فعلا هو يعني المياه عزيزة وتقدر ما لها ثمن بس هي تعتبر غالية بس ما على الأسف تعامل مواطنة بس هذه كلها راح نزيد اي فهذه نقطة مهمة يعني احنا هذا الخزين اللي يخدمنا إلى المستقبل هذا شيء أنا متفائل هذه السنة الحمد لله يعني نتيجة غزارة الأمطار اللي سقطت عدنا أكثر من العام الماضي حاليا بأكثر من أربعة مليار من متر مكعب أتوقع كمية لأن عندنا حسابات الثلوج الصاقطة في أحواض الأنهر واللي راح تجي للعراق حتما مثلا في الزاب الأعلى لا توجد سدود لا في تركيا ولا في العراق فكمية الثلوج الصاقطة محسوبة كميات كبيرة فيها الزاب الأسفل أيضا وعدنا أيضا توقع أنه هم جارة تركيا على وشك إنجاز الخزين في أغلب سدودها فمعناها ما يذوب من الثلوج هذا سيصل إلى الأراضي العراقية إن شاء الله عموما هسا الكميات اللي تجي من سوريا أفضل على سد حديثه أنا بعد الزيارة الأخيرة اللي قمت بها إلى سوريا نعم كان هناك تأثير إيجابي وكان اتفاق إيجابي على ماذا اتفقتم معه؟ اتفقنا أنه الكميات اللي تجي من تركيا لا تخزن في سد الطبقة تدفع للعراق شكل مباشر نعم لأن في فترة معينة بدأوا يخزنون في سد الطبقة قلت لهم المفروض تعطونا حصاتنا وفق التعليمات وتعاوضونا عن ما خزنتوه فعلا هسا حاليا قاعد يعطونا أكثر مما مقرر أيضا قاعد نراقب الكميات التصاريف اللي على الحدود السورية التركية في منطقة جرابلوس هناك يعني معلومات مستمرة نحصلها منهم على كميات المياه اللي تطلق هجارة تركية على الحدود وكميات المياه في الخزانات في سداتا تورك وفي سد طبقة أيضا ترجمة نانسي قنقر